اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان هذه الحلقة بث مباشر طبعا على القناة الفضائية قناة الحياة بعنوان ليكن نور اليوم الحديث كتير كتير مهم لانه فيه هجوم شرس على الكنيسة وعلى المسيحيين في هذه الايام طبعا بالنسبة للمسيحية عبر العصور ما كانت تهمها الاضطهادات او الهجومات الشرسة من كل نحية بالعكس ازدادت قوة وازدادت صلابة وتحدت الاضطهادات وكانت تغير المجتمعات باكملها لكن عندما تصل الكنيسة الى حالة التهادن وحالة المسايرة والمساومة على حساب الحق الكتابي هنا يكمل الخطر واليوم طبعا بحسب المحللين وكل الاحصائيات الموجودة في العالم اكثر شعب في العالم مضطهض هي الكنيسة المسيحية فهي مضطهضة من الداخل ومضطهضة من الخارج هي مضطهضة فكريا والضغطات عليها من كل ناحية سواء سياسية او اجتماعية او دخول روح العالم الى الكنيسة او سواء اضطهاد جسدي اللي هو عبارة عن القتل والتهديد والوعيد وانه المسيح لا يصل الى المراكز اللي عاوز يصلها ومنه في كتير بلدان لا توجد حرية الرأي او التعبير وحرية اختيار الدين حتى لو انسان يعني كتير من مشاهدين بالالاف او مئات الالاف اللي اعتنقوا المسيحية بس بالحقيقة لا يستطيعون ان يذهبوا الى وزارة الداخلية غير اسماءهم او يغيروا يعني ديانتهم فهذا طبعا بعرضهم للاضطهاد والقتل ايضا فاذا هذا اندل على شيء بدل انه المسيحية هي ديانة متطهضة ولانها ديانة متطهضة هي مش غريب لانه المسيح قال قال ابغضوني بلا سبب وان كان اضطهضوني المسيح بيتكلم سيضطهدونكم انتم ايضا والمسيح لم يعد طريق مفروش بالورود موسيقى 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 موسيقى